نستكمل مع بعض حل متبينة من الدرجة الأولى ونلاحظ المثال اللي قدامنا ده في طرف يمين وطرف يسار وكل من الطرف اليمين والطرف اليسار في متغير X وزي ما قلنا بجمع X لحلها في طرف وبقيد الأعداد في طرف آخر وبالتالي أشوف ممكن أجيب 4X ناحية اليمين أو أجيب X ناحية مين اليسار بإشارة مخالفة فأنا هجيبها في الطرف اللي يخليه موجب إذن 4X ناقص X أكبر من أو ساوي 6 زائد 3 ليه؟ التلاتة دي هتروح للطرف الآخر بإشارة مخالفة هيبقى 4X ناقص X يديني 3X أكبر من أو ساوي 9 أقسم على 3 اللي هو معامل X لما أقسم هنا على 3 وأقسم هنا على 3 3 تروح مع التلاتة بقى الطرف ده في X أكبر من أو ساوي 9 على 3 فيها 3 وصلت إن X أكبر من أو ساوي 3 لو أنا عملت خط هنا أعداد وحطيت هنا 3 X أكبر من 3 يبقى علي مينة 3 وبالتالي يبقى X بتاعتي بتنتمي للفترة اللي بدايتها 3 ونهايتها إلى مالة نهاية تفقنا مع بعض أن المالة نهاية دائما وأبدا مفتوحة التلاتة أحطها مفتوحة أو مغلقة على حسب فيه يساوي ولا ما فيش يساوي فيه يساوي يبقى هنا تبقى مغلقة وبقى الحل بتاعي X تنتمي للفترة من 3 إلى مالة نهاية ننتقل للحالة الثانية وهي حل متبينة من الدرجة الثانية لكن في متغير واحد فقط نفس الكلام بنجعل أحد الطرفين يساوي الصفر يعني بجمع كل الحدود في طرف واحد إما يمين أو شمال لكن غالبا بجمعها في الطرف اللي X تربيع فيه أو المتغير اللي عندي لما يكون تربيع يكون موجب وذلك بنقل كل حدود في الطرف الآخر فيكون هذا الطرف من الدرجة الثانية يعني ما الدرجة الثانية؟ يعني سابت مضروف X تربيع زائد سابت مضروف X زائد حد مطلق يكون فيه علامة تباين والطرف الآخر يساوي صفر وبتحليل هذا الطرف إلى حاصل ضرب قوسين من الدرجة الأولى نحصل على قيمتين المتغير اللي تجعل كل قوس يساوي الصفر وبتمثيل هتين القيمتين على خط الأعداد نحصل على مناطق لما حط نقطتين على خط الأعداد يبقى خط الأعداد مكون من ثلاث مناطق أو لو جيت أحل المعادلة من الدرجة الثانية ولقيت لها حلين متساويين يعني يبقى نقطة واحدة على خط الأعداد تقسم لخط الأعداد إلى منطقتين يبقى لما حل المعادلة من الدرجة الثانية يطلع لحلين مختلفين فيقسموا الخط لثلاث مناطق أو حلين متساويين فيقسموا الخط إلى منطقتين قاعد كده اعمل يبقى اختبر اشارة الطرف الغير صفري اللي هو المعادلة من الدرجة التانية على كل منطقة احنا قلنا عند النوع ده هيساوي صفر لكن جوه المناطق بقى لا مش هيساوي صفر يا اما موجب يا اما سالب وخلي بالك ما ينفعش يكون موجب وسالب لا بين نقطتين او في منطقة معينة يتكون منطقة كلها هتخلي القيمة موجبعة يا اما المنطقة كلها هتخلي قيمة الدلة سالب فاذا كانت الاشارة تحق المتبينة يعني طلعت الاشارة الحد على هذه المنطقة موجب وكان عندي كلمة اكبر من اه يبقى اتحققها خلاص يبقى كانت المنطقة دي حل طب لو ما حقتش يعني طلع اشارة المنطقة دي سالبة وقمت الطرف اليمين ده واشتمال على حسب ما هو لقيته موجب يبقى دي ما بتحققهاش وبالتالي لا تمثل ايه حل طب لو كان عندي اكتر من منطقة بيحققهم يبقى انا الحل بتاعه هو اتحاد هذه المناطق اشتركوا في القناة